يا صباح الخير يا صباح الجمال على جميع مشاهدين برنامجنا حواذيت مصرية النهاردة هنتكلم معاكم في موضوع هيا اجبكم جدا عن مكان جميل جدا زورته من قريب هنتكلم عن كافيل كوخ صراحة فكرته عجبتني جدا والستايله كده جديد ومختلف يعني تحسوا كده فيه فرق عن باقي الكافيهات كده فيه حاجات الديكوريشن بتاعه وحاجات كتير كده فيه تحسوها مميزة فيعني انا حبيت صراحة شاركوا تجربتي لما روحت وحبيت كنت شوفوا معايا المكان الجميل ده بنفسي عشان كده معانا النهاردة زيوف حلقتنا اصحاب الكافيه الاستاذ زيهاب عبدالله واستاذ اسامة خالد اهلا بيكم اول حاجة طبعا حابة اسألكوا يعني واعرف منكم منين جت لكم الفكرة دي مثلا يعني الافكار اللي كنت بتفكروا فيها مثلا نما جيتوا تعملوا الكافيه الكلام ده هي الفكرة جات لنا من خمس سنين بالضبط كنا محتاجين مثلا نعمل مشروع مقع ثقافي او مكان بيقدم فن اغلب المطاعم او الكافات الموجودة الان دي مجرد مأكلات ومشروبات واحدة لطيفة بس زمان جدا في الخمس سينات والستيانات والسبعينات كان اغلب المطاعم او الاماكن او المقاهي كل الوضع مثقفين فنانين كتاب شعراء ودباء بتقدم يومين فقرة فنية منها جت الفكرة بدأنا اشتغل على موضوع الفكرة المجتمع الأسوء او الحاجة اللي مقيتش موجودة الام دي يعني تحس الستايل بتاعه كده في شبه من الكافيات بتاع الدهب كده طبعا لو رفته او لو حد فيك الريف المصري لو الناس زارت دهب قبل كده هتلاقوا الستايل بتاع الكافيه في جدا شبه منه حتى كمان الاعادات العربي الكوتس اللي مكتوبة فوق حاجات كتير كده يعني افكار لطيفة يعني هو في شبه كتير جدا من الريف المصري ان احنا الفكرة قتلنا فعلا زي ما هب قال الفكرة قتلناها من خمس سنين ان احنا نحاول نعمل حاجة مش موجودة اعتبر في القاهرة وان احنا نعملها يعني نعملها في مكان في شقة وعبارة يعني عبارة عن الريف مصري فكام بلد مصبوط فبدأنا نفكر السكان القاهرة مفتقدين اللي هو الجو الريفي والجو العديم بتاع زمين فبدأنا نشتغل على الفكرة بدأنا ناخد ننزل ورش مشغلات وحرف يدوية اخشاب كل ده عشان لما ننفذ الفكرة او نبدأ في تنفيذ الفكرة تكون كل حاجة هندميد واحنا على اللي عملينا بأيدينا خمس سنين كاملة شاجعنا على فكرة المشروع يعني يقول لنا مثلا ايه الخطوات اللي مشيتوا عليها مثلا نعملنا كذا وبعدين كذا يعني ايه الخطوات اللي مشيتوا عليها عشان توصلوا للشكل الكافي الحاجي يعني انا جيت الكافي ده الصراحة مرتين مرة كان في حاجات يعني كان حلو برضو بس كان فيه شوية حاجات نقصة المرة بقال بعدها اللي رحتها كان متغير تماما وكان فيه كمان تطورات وكان يعني بقى احلى من الاول فكلمنا عن الخطوات اللي مشيتوا بيها كده بالتدريج اول حاجة اللي احنا نقدمه الفكرة عموماً اللي هنقدمها فكرة بيت فني او موقع ثقافي الحاجة المختلفة او الحاجة اللي مش موجودة انطراز المصري مش كلاسك زي البيوت الريف البيوت الريفية فبدأنا نشتغل الفكرة نجمع الصور والانتيكات بدأنا تجميع المتاريال اللي نشتغل بها زي الاخشاب الانتيكات الصور اللي متعلقة في المكان برضو صور كلها ناس بسيطة جدا بنشوفها كلهم في الشارع دي الخطوات اللي مشين عليها خلال الفترة اللي احنا كنا بنخطط فيها وبنجمع افكار المشروع وبعدين بقى لما جيتوا بدأتوا في المشروع نفسه وبدأتوا في مرحلة التنفيذ ايه بقى الخطوات اللي عملتوها اول خطوة بدأنا كل المتاريال اللي جمعناها بدأنا ننفذها في المكان زي التنفيذ الحصير والخيش وتقطيع الأشجار وصنعة الكراس والترابوزات كل ده حاجة من قلب الطبيعة أشجار طبيعية جدا أخشاب طبيعية كل ده عملنا بقديمة الناس كتير جدا من الشباب بتبقى محتارة ازاي تبدأ وتعمل مشروع وتعمل نجاح ما بيقاش عندهم أفكار جديدة وبيفضلوا عادين على هاوي وخلاص ويعني وما مستنين الشغل يجي لهم لغاية عندهم وليل لما تلاقي ناس عندها إبداع أو عندها فكرة أنها تعمل حاجة مختلفة عشان تنجح يعني حتى لما يبقى الفكرة فيها تجديد تقريبا أو اختلاف عن الحاجات التانية اللي حواليها بتبقى فرصتها برضو وأظن كويسة في النجاح لأن الناس هتحب تغير أو تشوف إيه المكان الجديد ده وإيه الفكرة الجديدة دي وحيبدأوا يتجهوا النومة يشوفوا الموضوع ده طب أنا عايزة أعرف بقى يعني مين صاحب الفكرة نحن اللي تنس حول فكرة كانت يعني يا زي ما أبقى لبردو كانت يعني من خمس سنين نحن نفكر مع بعض زي نعمل حاجة جديدة حاجة مختلفة مشروع خاص بينا بس بفكرة جديدة وحاجة مختلفة ما تعملتش قبل كده وعدنا ننزل ورش حرف يعني عدنا ننزل ورش حرف ومشغولات عشان نعرف مثلا الكراسي الخشب ده نعملها إزاي يعني نعرف مثلا ننصك الحصير مع الخيش مع الرول في حاجة اسمع الرول خيش مع الحاجات دي كلها نعرف ننصك الكلام ده يعني أنتم شاركتوا بتصنيع الحاجات دي بأيديكم اه اشترينا الميتاريال دي واحنا اللي صمناها بقى فوق بعضها كده زبطناها أكيد فيه وقت طبعا وصلتوا مثلا أنتم يقستوا شوية أو لا مش هنكمل أو كده وبعدين قلتوا لا احنا لازم نكمل في هدفنا اللي كنا عايزين نعمله يعني فيه وقت مثلا واجهتكوا صعوبات أكيد يعني ممكن تكلموني شوية مثلا وتكلموا الجمهور عن الصعوبات اللي واجهتكوا أثناء المشروع دي أول صعوبات واجهتنا صعوبات المادية وده مع الوقت قدرنا تغلب عليه زي صعوبات المادية لأن مع الوقت كل حاجة الأسعار في زيادة كل يوم فكنا عملينا دراسة مشروع ودراسة المال مع زيادة الأسعار كل فترة كلنا بيحتاجة يعني أننا حتى كنا بيشتغل الحماية التي تحتاجها أو هننفذ بها المشروع كلهم أسعارها بديد فتلاقي نفسك الدنيا بوزة منك خالص وكنت عاملة حسابيك مثلا على رسمة الرقم معين بتاعي زيادة فدي من أهم الصعوبات اللي وجدنا طيب وبالنسبة لأستاذ أسامة كده قولينا برضو وجهة نظرك عن الصعوبات دي هل بتواقق بالرأي ولا الصعوبات فعلا كانت مادية أننا كنا بنشتغل على الفكرة من خمس سنين فطول مدة الخمس سنين دي طبعا أهب كان بيشتغل أنا كنت بيشتغل فزيادة الأسعار فعلا زي ما أهب بيقول كانت ديها من أول الصعوبات اللي كانت بتواجهنا بس الحمد لله قدرنا اللي هو احنا نتغلب عليها يعني زيادة الأسعار دي كانت أكتر مشكلة وجهتك دي أكتر أه أكتر حاجة صعبة بيشتغل بقى مشكل ثانية وجهتك طبعا اختار الموقع الموقع يعني أنتو اخترتوا الموقع بقى بناءا علي اختار الموقع بناءا وسط البلد زمين كان أغلب المقالب وثقفين كانت مقاسة ثقافية زي ريش النظر ثقافية كل المقالب فيها كانت بتقدم فن أغلب رواد وسط البلد مفكرين كتاب أدباء شعراء حاليا ما فيش كلام ده كله فعني شفت أن وسط البلد هتكون أنسب مكان أنسب مكان نفيل فكرة وإحنا بنختار المكان حتى يعني بنقول هل الفكرة ده هتوصل للمجتمع فعلا أو لا أن أنت مثلا في مكان في وسط البلد وبتعمل جوري في مصر قديم فأنت بتفكر يعني هاد مثلا يعني إحنا هنقدر نوصل نوصل للمجتمع حاجة فعلا أن إحنا عايزينها ولا مش هنعرف نوصلها يعني أنتو كان هدفه كمان مش بس أن أنتو تعملوا مكان للربح كانت فكرة وتوصلوا حاجة نوصل للمجتمع حاجة أو تعملوا فكرة جديدة توصلوا على الناس تمام بنوصل للمجتمع أن إحنا في قلب القاهرة وعملين جو ريفة قديم بحيث أن حتى أن أنت بتدخل بتفصل جدا عن عن وسط البلد وعن الكلام ده كله عن الزحمة والشوارع طب مين أكتر ناس دعمتكم وشجعتكم طبعا أهلينا رقم واحد أهلينا طبعا كانوا دايما وقفين في دهارنا وبيشجعونا وبيدعمونا نفسيا ومعلويا التاني حاجة أصدقائنا دينا أصدقاء كترة جدا مصورين كانوا بدعمونا بالصور اللي بيصوروها في الشارع وأصدقائنا نرسلين وأول بدأنا تنفيذ المشروع لأن أغلب أصحابنا كانوا معنا بساعدونا بالأفكار مساعدة معنوية ومش هننسى بشغل بيديهم معنا مش هننسى طبعا عم أحمد منصق الظهور ومش هننسى في حد تاني صدقنا غني على لنا جيد منصق الظهور اسمه أحمد علي ده صحب فضل كبير جدا علينا كان دايما معينا وبساعدنا أخي كبير لنا بالأفكار وبالحاجات المقصرة جدا أكيد طبعا برضو عملتوا مثلا دراسة جدوى بقى ودعاتوا تدرسوا المشروع أو حد نسبة النجاح قد ايه ونسبة الفشل قد ايه طب ايه المقاومات اللي حدخليه ينجح والكلام ده كله اه نحن عملنا كل حاجة وطبعا بعد كافه من ربنا ما كناش عامل حسابنا اه 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 احتمال الفشل كناش حطين الفشل نحطين الفشل في المغنى خادص اه يننجح لا ننجح يننجح يننجح لا ننجح يننجح اه نسبة الفشل ينسبة الفشل نسبة الفشل يعني نكون نغضيه موضوع تحدي اه طب ايه اكتر حاجات عاملتوها عشان الناس تحب المكان الاختلاف يعني أكتر نقطة اعتمدتوا عليها هي الاختلاف 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 ودائما الناس بتحن للموضي والبساطة وطبعا اللورة المزكرة بنقدمها اللورة المزكرة بنقدمها والبندات والفرق الموسيقى اللي بنجيبها كل أسبوع وبساطة المكان نفسه أصلا يعني كل ما المكان يبقى بسيط يعني عندنا البساطة رقم واحد هو ده الأساس اللي احنا ماشينا عليه ان انت مثلا حضرتك بتدخل المكان بتبقى قاعدة كأنك قاعدة في بيوتك بالزبط ما فيش حد مثلا جروب قاعد مع بعضه 5-6 فيش حد بيمسك موبايل مثلا بيدخل على السوشال ميديا في أغلب الأحيان ان السوشال ميديا أصلا انتشرت يعني سوشال ميديا كتيرة فانت بتخش الكوخ فعلا انت بتفصل عن الجودة خالص انت بتقعد بنسبة 95% بتبقى قاعد بتتكلم مع اللي جنبك بتتكلم معه في حاجة حلوة حاجة وحشة في مشاكل في الشغل فيه فيه انت قاعد ما تشمسك الموبايل فيه انت بتنسكش الموبايل غير لما ترد عليه انه ما يكون ان انت تبقى قاعد مثلا على السوشال ميديا وكده ما شفتاش الصراحة في الكوخ بنسبة 95% فعلا بتدخل أكد انك داخل بيتك طب ايه اكتر الفئات اللي انتو بتعتمدوا عليها عشانت؟ يعني الفئات اللي بتجي الكافية يعني نوعات الفئات...الفئات اللي انتو ما بتفضلي واشون ايه الفئات اللي انتو اكتر فئات بتجي لكوا المكان؟ يا كل الفئات بتيجي كل الفئات العورية بتيجي بس الاكتر العائلات اللي شبه الجو هو الأجوال اللي هل هلisco عملينها هما دايما بيجوا المكان في حد مثلا شخص بدخل بيحس ان الالمكان ده شبهة المكان ده جزء مني دول اكتر فئات بيجي العائلات بس ولا برضو مجمعات الأصحاب الأصحاب وعائلات كترة جداً بتيجي والأماكن بعيدة كمان محافظات تانية بتتيجي مخصوص بتنزل القارة مخصوص علشان تقعد في الجو اللي احنا عمليه ده احنا أصلا بنقدم فكرة أكتر بنقدم منتج وهي ببساطة فعلاً كده اللي شبه المكان هو اللي بييجي حضرتك يعني اللي شبه المكان هو اللي بييجي احنا بيجينا بيجينا كل الأعمار فعلاً وبيجينا أي حد بتحس اللي هو فعلاً اللي شبه المكان بيدخل المكان مش أي حد تاني بيجي أنا شفت كمان عندكو أعداد تعروي كده على الأرض وحاجات يعني ستايلات مختلفة في حتة فيها حتى الكراسي مصنوع من الخشب وترابزات خشب دي أول روم دي مصمينها الغابة دي اللي هي مثلاً الأرضية واركاة خشب مع الكراسي الخشب مع الترابزات الخشب مع تنسيك الخش مع الزعف اللي احنا عاملينه مع الحصير مع الظهور اللي احنا حطينا نباتات الدل اللي احنا حطينا دي مسمينا أول روم دي اللي هي اللي هي الغابة تعالوا نشوف شوية صور للمكان ده يا ربي أعجبكم ميشي عبل ما الصور تيجي نكمل كلامنا في الموضوع وكلمونا شوية الأول عن المشروبات والمأكلات اللي يعني بيتميز بها المكان طبعاً المشروبات أو المأكلات اللي بيتميز بها المكان كلها مأكلات مصرية عادية جداً كأنك احنا لما فكرنا في الأول خالص نعمل شوعة كنا رقموحنا عندنا اللي يدخل المكان يحس بالضبط وكان نقعد في بيته مش كأنه مثلاً رايح مطعم يأكل حاجة أو يشرب حاجة ويمشي لأ حاجة يحس براحة نفسية وكان نقعد في بيته بالضبط كلها أكلات مصرية بسطة جداً زي اللي بناكلها كلها في البيت من خياء طواجن طواجن عملاً المشروبات عملاً الكوكتلات دي الكوكتلات بنختلق نراه أن أي حد يحرف يعمل الكوكتلات اللي احنا بنعملها زي اللي بيش المخيط الحاجات حتى الشيال اللي بنقدمه أنت بتعلمها بنفسك مثلاً في ناس بتحب مثلاً أنا عن نفسي أنا بحب أعمل أهواء بنفسي فأي حد بيطلب مثلاً قهواء هو اللي بيعمها بنفسه سكرتايا سكر البون إكرام جيله بقى سكرتايا للغاية عنده بيعملها بقى وكده زي بالإضافة لحد بالإضافة لكده أن فيه عندنا شاي حشيشة اللمون أنا صراحة دخلت جافات كتير مشوفتوش عند حد لأن فعلا نبات حشيشة اللمون دي بيجينا من سيوة مخصوص ما بيبعش غير في سيوة فهو بيجينا خام فعلا هو المشروب ده حلو جدا أنا جيت صراحة وجردته وعجبني أصلا ليه فوايد صحية ليه فوايد صحية نبكلمنا شوية الفوايد بتاعته كده هو بيعالج البرد بيعالج حاجة كتير جدا أنه أصلا في الأساس حشب فمتاز جدا في حاجة البرد بس دي برضو يعتبر أكتر حاجة المميزة عندنا أن شاي حشيشة اللمون ديت مبتلاوش في مكان بر مش بتلاقيه بكتير بر حتى الكوكتيلات مثلا ويها موجودة بتبقى وفي الأساس عشب سيوي يعني هو أساسا بيجيلكم من سوى مخشوص طب يكلمونا شوية عن بعض الأكلات التانية عن الكوكتيلات مثلا بتكون مكوناة من إيه؟ عند أبشان مثلا في المكان إنه حد مثلا حاجة معينة مكتيل معين هو اللي بيطلوب نفسه يعني هم بيختاروا الحاجة اللي هم عايزينها وإحنا بنتأمنا معنا شوية صور يا جماعة هنشوفها دلوقتي ده الكافية ده القادة العربي حلوة جدا جدا ستايل اللي هو الكوتس دي اللي موجودة والديكار بتاعه جميل جدا زي ما انتم شايفين والستايل والخشب والكلام ده ودي بقى بردات الشاي يعني كل واحد تحسوه قاعد في بيته كده يصب بقى الشاي والكلام ده يعني ما تحسوش المكان فيه أي تكلف كده ولا تحسوه سيمبل وبسيط جدا بس في نفس الوقت المكان حلو جدا صراحة وتحفة يعني صور اهي برضو لبعض الشخصيات وكده محطوطة ودي قادي التواجن اهي بطيخ بالجبنة ده ايه؟ بطيخ بالجبنة بطيخ بالجبنة وده الجلالي حضرتك بنهابت في الجلالي عايزك وتعلقو لنا شوية على الصور دي تكلمونا عنه الصور دي حضرتك صور حية زي ما حضرتك شايفة ودي كده حفلة للفريق بلوترو باند احمد عبد ناصر ومؤمن ودي حضرتك اهامل اللي كاتب الجملة دي انها مثلا بتدخول القاعد زي حضرتك ما شايفة كده فيه دوق فعلا في القاعة زي ما حضرتك شايفة كله خشب في خشب مع الزهور تنسك الزهور ده دور العمدة حضرتك بتيبقى قاعدة في المكان الزيفي فعلا ودي دهب بالأعداد البفات بتاعتها فيه فعلا شبه كبير جدا من الأعداد بتاعت دهب هو الكافيه اصلا مكوان من كذا قوضة يعني من أربع من أربع غرب أربع أماكن واربع عادات مختلفة كل مكان واخد طراز دهب كان حاجة معياتك حاجة تني دي القهوة والسيبرتايا هي دي القهوة بالسيبرتايا هي تعودوا تعملوها بنفسكو كأنكوا قاعدين في البيت ودي مجموعة شباب مع بعض بيعزفوا عادي اللي هو برضو وده بند برضو أحمد حريري فيه برضو فيديو كده كان يعني هنشوفه برضو عبارة عن يعني ناس بتاعزف تقريبا بالعود في المكان وكده بس لسه استنوا معنا شوية وحنشوفه بعد ما تكلمونا شوية عن الصورة الجميلة دي المكان متكوان من أربع غرف كل غرفة واخد طراز معينة أو الغرفة واخد طراز الأساوي الغابات والشجر والطبيعة أكتر الغالبات فيها وقد طبيعة أكتر الأشجار والنباتات والكراسي معمولة بالخشب أشجار طبيعي جدا الغرفة الثانية عملنا على طراز دور العمدة ومسمينا دور العمدة يعني كل غرفة أنتم مسمينا باسم مستقلة بزاتها تب قولنا باسم كل غرفة أو الغرفة دي احنا مسميناها كوخ الوضع شكل الكوخ أكتر الطبيعة أكتر أشجار النباتات الحاجات دي كلها وغرفة تانية دور العمدة التراز اللي فيها التراز إيدي التكاك الأعداد الصعيدي كأنك قاعدة بالضبط في دور العمدة حتى الفر ومسلا بتاع الخروف وكده حتى السجاد مثلا سجاد صوف وكده برضو يعني المكان معتمد أكتر على الحاجات الطبيعية والمشغولات اليدوية كمان كده وكل غرفة بتستكل بزاتها كمان المكان حلو جدا لهوقات التصوير الناس اللي بتحب تتصور الناس اللي عايزة تعمل ساشنز مثلا حلوة اللي عايزين يتصوروا كده حلو جدا يعني صراحة أنك تاخد ذكريات وتاخد شوية صور في المكان الجميل ده تحس ستايله كده مختلف وجديد يعني المكان جوا كذا مكان تتصور فيه آه تمام كم من لنا بقى الغرف التلات غرفة دي عاملنا على الطراز البدوي وصميناها بدوية على الأرض فيه ناس بتحب الأنتخة آه ففي ناس دولة الفئة أنتخ وتعب رحيتها مش مقايدة الغرفة التالتة نسميناها دهب دهب وده شكل دهب أكتر البوفات والطرابيزات البسطة جدا دي دولة الأربع غرف بتاع المكان طب يعني كل غرفة أكيد لها فئة معينة بتروحها ولا يعني كلمنا فيه عن الموضوع خلايجة أكتر بيجو فيه نفس البدوية حد يخش المكان أول مرة بنقدم بنعرفه طبعا عن المكان بنضحه المكان وفكرة المكان جاءت إزاي وتعاملت إزاي وبدأنا منين وبنفرجوا على المكان كله المكان اللي هو بيحس إن هو هرتاح فيه أكتر بيختاره بنفسه لأ أنا حاب قاعد هنا المكان كمان يعني فوزت البلد فسهل جدا يعني يعتبر قريب من حاجات كتير يعني ناس بقى من كل حتى يقدروا ييجوا المكان فعلا في الناس اللي بيجي احنا أول حاجة بنسألها عرفتنا إزاي وجعلنا من الأغلبية عرفناكم عن طريق السوشال ميديا والفيسبوك ولاحظت حاجة برضو إن أغلب اللي بيجي من أمكان بيجي جدا إسكندرية، تجمع الخيارس، رحاب، مدية نصر، مصر جديدة، الزمالك كلها أمكان بيجي جدا عن مصر البلد بيروح المسافة دي كلها عشان يقعدوا في المكان ده عشان نروح نفسها مش أكتر حلو طبعا جدا لأن المكان في حاجة مختلفة فهتلاقي الناس بتسيجي من حتى بعيدة عشان تروحوا لأن مش جنبهم حاجة زيه لكن لما يبقى المكان متكرر أو حاجة مثلا زي بايد الأماكن يعني هتبقى نفس الحاجة لكن هو فعلا الاختلاف ده العنصر اللي أنتم اعتمدتوا عليه وصراحة المكان حلو جدا يعني وأشكركم طبعا على تواجدكم معنا النهاردة وكانت حلقة جميلة جدا وتشرفت بيكم أنا شرفت بكم وأتمنى طبعا تكون الحلقة عجبتك أعزائي المشاهدين وجربوا المكان ده صراحة حلو جدا يعني أتمنى تكون الحلقة عجبتك وأشوفكم الأسبوع الجاي في حلقة جديدة من برنامجنا حوضيت مصرية